مع صباح يوم النحر العاشر من ذي الحجة ينصرف الحاج المقيم بمزدلفة إلى مناً قبل طلوع الشمس فإذا وصل إلى مناً رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منا فيلتقط سبع حصيات مثل حص الخذف ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصات فيقول الله أكبر ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه والهدي واجب على المتمتع والقارن وهو مستحب للمفرد إلا أن يكون المتمتع أو القارن من أهل مكة فلا هدي عليه ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلاً أو يقصره والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة أما المرأة فتجمع أطراف شعرها جميعاً وتقصر منها بقدر أنملة فقط فإذا فعل الحاج ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات إلا النساء والسنة أن يتطيب لهذا الحل لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ثم على الحاج بعد ذلك أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإذا كان الحاج متمتعاً أتى بالسعي بعد الطواف لأن سعيه الأول كان للعمرة فيلزمه الإتيان بسعي الحج ثم يتحلل من إحرامه التحلل الأكبر فيحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء وإذا كان مفرداً أو قارنة فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه ويتحلل بطواف الإفاضة التحلل الأكبر وإن لم يكن قد سعى وجب عليه السعي قبل أن يتحلل لأنه لا يتم الحج إلا به وللحاج أن يقدم بعض ما شاء من مناسك هذا اليوم على بعض أو يؤخر ولا حرج إلا أن السعي يكون عقب الطواف فلا يتقدمه ثم يرجع الحاج بعد طوافه وسعيه إلى منا فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ثم يتعجل النفير من منا قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر إن أراد أو يبيت ليلة الثالث عشر إن تأخر ويجوز ترك المبيت بمنا لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج ففي الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له